السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصنف مرض القولون العصبي أو متلازمة القولون المتهيج ضمن أحد أسباب الإسهال الشائعة إذ يعاني الكثير من البلغين من أعراض الإصابة بمرض القولون العصبي في مرحلة ما من حياتهما يعتبر التوتر والحمية الغذائية قليلة الألياف أو عالية الدهون والتغيرات الهرمونية والالتهابات أو العضوى المعوية الحادة من أسباب القولون العصبي ما هي أعراض القولون العصبي وعلامة الإصابة به؟ نذكر بعض أعراض القولون العصبي الشائعة والتي قد تتنوع من جخص لآخر تقلصات المعدة والشعور بالألم هو أحد أكثر أعراض القولون العصبي شيوعا تؤدي هذه الحالة إلى اختلال تناسق حركة عضلات المعدة مما يسبب ألاما أسفل المعدة عادة يحدث الانتفاخ وزيادة الغازات كنتيجة اضطراب عملية الهضم لذا يعاني الكثير من مرضى القولون العصبي من الانتفاخ بشكل مستمر الإسهال وتغير حركة الأمعاء مثل بطء عملية مرور البراز في الأمعاء أو حدوثها بشكل مفاجئة تعتبر من الأعراض المتعلقة بمرض القولون العصبي تزيد هذه التغيرات في حركة الأمعاء من شدة أعراض الإسهال أو الإمساك الإرهاق وعدم أخذ القسط الكافي من النوم تعتبر أيضا من علامة القولون العصبي وتشير عدم القدرة على التحمل واستنزاف الطاقة سريعا وصعوبة النوم إلى متلازمة القولون العصبي كما أن هذه الأعراض تقوم بزيادة أعراض اضطراب المعدة بدورها التوتر أو القلق يزيل من أعراض القولون العصبي كما أن مرض القولون العصبي يؤثر على جودة الحياة مما يسبب القلق كذلك ما هي العوامل التي تحفز متلازمة القولون العصبي؟ الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي لديهم قولون أكثر حساسية من الطبيعي مما يعني أن هذا المرض يمكنه الاستجابة إلى بعض العوامل مثل البكتيريا والتوتر وبعض الأطعمة المسببة لإضطراب المعدة عند البعض إليكم بعض العوامل التي تتسبب أو تزيد من أعراض القولون العصبي أعراض القولون العصبي يمكنها أن تسوء وتزداد شدة عند المرور بفترات عصيبة أو مليئة بالضغط والتوتر تناول أطعمة معينة قد تزيد من أعراض القولون العصبي عند بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تتضمن هذه الأطعمة القمح والألبان والبقوليات والملفوف والمشروبات الغازية أو الفواكه الحمضية تؤدي الدورة الشهرية عند النساء وكذلك التغيرات الهرمونية الأخرى إلى ظهور أو حتى تفاقم أعراض مرض القولون العصبي تسارع حركة الأمعاء الذي يحدث مع متلازمة القولون العصبي يصحبه أحيانا ضغبة مفاجئة في التبرز عندما تؤدي ألام البطن والانتفاخ النتجة عن القولون العصبي إلى زيادة عملية التبرز وتغير قوام البراز ليصبح ماء أكثر يطلق على هذا النوع القولون العصبي الذي يصحبه أعراض الإسهال هذه الحالة يمكن ربطها بحساسية معينة من بعض الأطعمة أو المكونات مثل اللاكتوز والاكلوتين طرق علاج القولون العصبي متنوعة منها القيام بتغيرات في أسلوب حياتك وحياتك الغذائية وهناك طرق أخرى تتضمن أخذ علاج بالأدوية أو المضادات الحيوية أو المساعدة والتأهيل النفسي للتخلص من التوتر أو الضغط النفسي إذا كان العرض الأساسي المصاحب لمتلازمة القولون العصبي هو الإسهال فإن علاج الإسهال عن طريق أخذ دواء مضاد للإسهال يحتوي على مواد الفعالة ليساعدك على الشعور بتحسن يساعد الدواء على تقليل حدة انقباضات المعدة ليعطي الأمعاء وقت أطول تسمح لها بامتصاص المياه من الطعام المهضوم لتحسين وظائف الأمعاء مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته